لم يكن تدخل قوات التحالف العربي في اليمن عبثا بل جاء باستنجاد من الشرعية اليمنية لرفع الضيم عن الشعب اليمني من ميليشيات الحوث الإجرامية التي تسببت في قتل وتشريد اليمنيين عن السيلاء على مفاصل الدولة ومساعدة المخلوع صالح الحكومة اليمنية الشرعية اعتبرت تقرير منظمة هومن رايتس ويتش سياسيا بامتياز ومجافيا للحقيقة بعيدا عن الحيادية المفترضة وأكدت في بيانها أن تلك الانتهامات غير واقعية للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية التي تدخلت بإرادة يمنية وبدعوة من الشرعية لإنقاذ اليمن من الانقلابيين هذا التقرير الذي أصدرته هومن رايتس ويتش والذي هو منافي ومجافي للحقيقة والواقع يؤكد ويثبت أن لا زالت هناك أجهزة أمريا هي التي تدير المنظمات الدولية وإذا افترضنا حسن حسن النية لدى منظمة الأمم المتحدة فإن عليها أن تراجع مكاتبها وموظفيها ومندوبها في اليمن إذا افترضنا حسن نية أما إن كانت تقبل ذلك أو تدعمه أو تؤيده بشكل من الأشكال أو تقضي الطرف عنه فإن الأمم المتحدة تعتبر شريكة في قلب الحقائق في اليمن مراقبون يرون أن المنظمة الدولية على علم بأن ميليشيات الحوث والمخلوع صالح رفضت مرارا وتكرارا السماع للجان وفرق التحقيق الدولية بالدخول إلى المناطق التي لا زالت تحت سيطرتها لإجراء تحقيقات مستقلة عتقص الحقائق حول الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الأمر الذي يؤكد خوف الميليشيات الإنقلابية وصالح من كشف الحقيقة كثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية في اليمن أكدت أنه كان يجب على منظمة Human Rights Watch أن تدافع عن حقوق الإنسان في اليمن وما ترتكبه ميليشيات الحوث وصالح بحق المدنيين من قتل وتشريد ومجازر بشعة بشكل يومي في مختلف محافظات اليمن عبدالفتاغ اللاب الإخبارية مارك